السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة الشعب المعمارية جماعة تخصصات المعمارية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدد المساحة طلب الصف الثاني الصناعي أهلا بكم في برنامجكم المتميز بأدرسة على الهواء النهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من مدد المساحة العنوان الدرسي بتاعنا النهاردة والمحاضرة بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها على مادة المساحة وعنواننا الأخطاء المحتملة للوقوع أثناء عملية القياس بالجنزير وقبل ما نتكلم على الأخطاء المحتملة هنفكر بعضين ونذكر بعض كدوات بإيه هو الجنزير قلنا وزمنا في الحلقات السابقة تكلموا وقالوا إن الجنزير ده عبارة عن مجموعة من العقل مجموعة من العقل فطبعا إحنا بنحط الخامة أصابنا وبنوصفها تمام بنتكلم على الجنزير إيه هو عشان نفكر بعض عشان نبقى عارفين وملمين به لما نجي نشتغل في المسائل والأخطاء المحتملة يبقى إحنا نفكرين إيه هو الجنزير أدى من أدوات عملية القياس بالجنزير في مادة المساحة عايزة إيس أطوال أو عايزة إيس مساحات كان قبل الشريط الطيل أو الشريط الصلب اللي هو المت أو الشريط الأنفار بحضرتك بتستخدم الجنزير الجنزير ده قلنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من العقل عبارة عن أسياق من الحديد الصلب أسياق من الحديد إيه؟ الصلب يعني قطعة من الحديد الصلب بسميها عقلة بسميها إيه؟ عقلة طيب واللي بعدها برضو عقلة يبقى بنقول إن الجنزير ده عبارة عمتاً كله عبارة عن مجموعة من العقل تتصل كل عقلة السير ده هيتصل بالسير ده عن طريق إيه؟ عن طريق تلات حلقات زي الحلقات بتاعت السيطرة كده بنوصلهم ببعض بندخلهم في بعض كده بس بنسمى إيه؟ تلات حلقات طول كل عقلة عشرين سنتي طول كل عقلة كام؟ عشرين سنتي طيب ينتهي طرفي الجنزير ينتهي طرفي الجنزير البداية؟ بداية الجنزير ونهاية الجنزير بتنتهي بإيه؟ بتنتهي بمقبضين إحنا اتكلمنا وقلنا إن الجنزير ده عبارة عن مجموعة من العقل بس الخامة بتاعتها مصنوعة من إيه؟ مصنوعة من الحديد الصلب طول كل عقلة عشرين سنتي من منتصف الحلقة إحنا قلنا تلات حلقات يبقى من منتصف الحلقة الثانية الى منتصف الحلقة الثانية تمام بنلاقي ان المسافة دي كم عشرين سنتي تعالى نبص مع بعدي كده ونشوف قلنا لو احنا اتكلمنا وقلنا ان الجنزيت ده عبارة عن قطعة من السيخة هو تمام وقطعة القطعة دي هتتوصل بالقطعة التانية عندي المقبضة طول القطعة او طول العقلة يبقى دي بسميها ايه بسميها ايوا برافو عليك بسميها ايه عقلة ودي بسميها عقلة يبقى الجنزير عبارة عن مجموعة من العقل او يتكون من مجموعة من العقل العقل دي مصنوع من ايه من الحديد الصلب الحديد ايه يا شباب من الحديد الصلب تتصل كل عقلة بالاخرى تتصل كل عقلة بالاخرى عن طريق او النا التلات دوائر دول بسميهم ايه بسميهم تلات حلقات بسميهم تلات ايه حلقات طول كل عقلة عشرين سنتي طب محسوبة منين محسوبة من منتصف الحلقة اللي في المنتصف هو من نصها لنصها من محور الحلقة الثانية من المنتصف الى منتصف الحلقة الثانية من الجهة الاخرى طيب ينتهي طرفي الجنزير بمقبضين ادي المقبضة هو المقبض ده مصنوع منين من النحاس يبقى خامة تانية محسوبة معايا محسوبة ايه مصنوعة من النحاس طيب طول العقلة دي المقبض ده محسوب من طول الجنزير لما باجا ايس بدخل المقبض ده من داخل الاياز بتاعي من داخل طول الجنزير بتاعي ولا باعتبره سفر ولا ببدأ من ايه من بعد من بعد المقبض ده تلاقي يا شباب هاجي وابص كده هلاقي ان طول المقبض محسوب من طول الجنزير وخاصة وخاصة محسوب من طول العقلة المتطرفة يعني لو طول العقلة دي عشرين سنتي يبقى المسافة من هنا الهنا كده مثلا خمس عشر والمقبض ده خمسة يبقى طول العقلة المتطرفة طولها كام عشرين سنتي ينتهي طرفي الجنزير بمقبضين من النحاس محسوبين من طول الجنزير وخاصة العقلتان المتطرفتان اللي هي موجودة على اطراف الجنزير العقلة اللي هي موجودة في نهاية الجنزير من الطرف اليمين والعقلة الموجودة في الطرف الشمال من ايه من ناحية الجنزير طيب بعد كده وقت هتيجي تقول لي ايه هاجي وانا بحسي بالطول هعد العقل ديت عقلة اتنين تلاتة اربعة خمسة لا ما ينفعش الدنيا كده هتبقى صعبة طول كل عقلة عشرين طب انا عرز مسلا اعدي مسلا ايه عشرين متر هعد عدهم عقل عقلة لا يا باشمانس قال لك ولسهولة القياس بالجنزير ولسهولة نركز مع بعدي كده ولسهولة القياس بالجنزير توضع علامات نحاسية كل اتنين متر يعني الكلام ده حضرتك لما بتيجي مسلا على المسطرة الحرفتي او بتقيم مسلا بتمسك المتر بتقعد على المتر كده صنط اتنين تلاتة اربعة خمسة عايز تعد مسلا اتنين متر ونص هتعدهم صنط اتنين تلاتة ولا ممكن الاسهل بتعدي متر اتنين او مسلا عشر عشرين تلاتين اربعين يبقى قال لك برضو عشان اسهلها عليك قال لك ايه باشمانس قال لك ولسهولة القياس بالجنزير توضع علامات نحاسية كل اتنين متر كل اتنين متر يعني ايه الكلام ده قال احنا عارفين ان العقلة طولها عشرين سنتي يعني ها هروح و هروح مثبت علامات نحاسية كل كم عقلة كل عشر عقل هروح حاطت ايه يا باشماندس ليه ليه عشر عقل لان المتر هيبقى فيه كم عقلة المتر الواحد فيه ادي عشرين عشرين عشين يبقى خمس عقل يبقى كل اتنين متر يعني كل عشر عقل حت علامة نحاسية العلامة النحاسية ديت شكلها واحد شكلها سابت لا يا بشمانس هتختلف على حسب عدد الامطار بمعنى ايه? تعال نبص مع بعدي كده. المقبض اهو. اجي. على مسافة اتنين متر. يعني كم عقلة? ايوه عشر عقل. هروح حاطة علامة بايه? سنها سن واحد. يبقى اتنين متر. العلامة بتاعتها ايه? العلامة النحاسية? بسن واحد. طيب اربعة متر. هتبقى ايه? بسنتين? طيب بعد كده ستة متر. هلقى ستة ايه? ستة متر. العلامة سنة اتنين تلات سنون. طيب بعد كده كل اتنين متر يعني عشر عقل كمان ورحاتت علامة بكم سنة? اربع ايه? اربع سنون. يبقى كده تمانية متر. بعد التمانية متر هتلاقي العلامة اللي هي ايه? المستديرة. العلامة الايه? المستديرة. اللي هي العشرة ايه? عشرة متر. وخلي بالك. الجنزير ده شباب الاطوال اللي موجودة. الاطوال اللي موجودة باطوال عشرة عشرين تلاتين متر. عشرة متر. عشرين متر تلاتين متر. بس اللي احنا بنشتغل به وسابت ومتوفر في جمهورية مصر العربية اللي هو طوله ايه? طوله عشرين متر. يبقى احنا هنشتغل في مسائلنا وفي تماريننا وفي كل حاجة على الجنزير اللي هو طوله كام? عشرين متر. ده سابت مش هتغير. طب لو جالي سؤال وقال لي طول العقلة طول عقلة الجنزير نقط سنتي. هنقول ايه? طول العقلة عشرين سنتي. طيب. لو جه بعد كده اطرح قال لي ايه? قال لي اه توضع علامات نحاسية كل نقط. هنقول له ايه? كل اتنين متر. يختلف شكلها اه يختلف شكلها بحسب عدد الامطار. يختلف شكلها بحسب عدد الايه? الامطار. طيب يختلف شكلها بحسب عدد الامطار على سبيل المثال. بعد اتنين متر هنوضع علامات نحاسية بايه? بسن واحد. بعد اربعة متر سنتين وهكزا. لغاية بما نوصل ايه? طب انا شغال على الجنزير اللي هو طول عشرين. طب احنا شرحتنا ووضحت العشرة متر اللي على ايدي الشمال او العشرة متر اللي على ايدي اليمين. طب العشرة التانية هنعمل فيهم ايه? والعلامات النحاسية هتتكرر ازاي? حضرتك يا بشماندس تعال كده معايا. ونركز. لو انا مسكت الجنزير من ناحية الشمال زي ما انت شايف اهو. تمام? على بعد اتنين متر روح تحطيت علامة نحاسية بعد اربعة متر وهكزا لغاية المنتصف. تمام? هتلاقي الجنزير راح لفي كده بشماندس. ولقيت اما اربع سنون ديت في النص التاني. تمام? لقيتها اتنشر متر. لقيتها ايه? يبقى بعد العلامة النحاسية دي هتلاقي علامة باربع سنون. بس بقى النص في النص التاني هتتحسب بكم متر? باتنشر متر. بعديها هتلاقي علامة بتلت سنون. اللي الستة دي بقت كم? بقت اربعتاشر? اربعتاشر متر. هتلاقي بعدها علامة بسنتين بقت بكم? بقت بستاشر متر. علامة بسنة واحدة بقت تمنتاشر متر. بعد جوات يا بشماندس هتلاقي المقبض بتاع الجنزير. ليه بشماندس? حبيت تمسك الجنزير بتاعي. تمام? وتمسك من المقبض جهة اليمين. هتلاقي علامة بسنة سنتين تلاتة اربعة. هتلاقي العلامة المستديرة. حبيت تمسك الجنزير من هنا? هتلاقي علامة بسنة سنتين تلاتة. بس اهم حاجة ان احنا نركزه. ونهتم بوضع العلامة النحاسية. هل هي في النص الاول من الجنزير? ولا في النص التاني من الجنزير? هتختلف. لو قال لي علامة بسنتين في النص الاول بسنتين. عشان ما نطلق باش. يبقى العلامة والنحاسية من سنتين ديت. هيبقى كم متر يا بشماندس? برافع عليك اربعة متر. طب لو قال لي علامة نحاسية بسنتين بس في المنتصف التاني من الجنزير. هتبقى كم? هتبقى ستاشر متر. عرفنا الوضع والاختلاف? ممكن يجيلي سؤال اكمل. توضع علامة نحاسية بزاتة تلت سنون. تمام? بس مكانها موجود في المنتصف الثاني من الجنزير. تبقى علامة نحاسية بكم سنة? بتلت سنون. يبقى التلت سنون ديت هتبقى على كم متر يا بشماندس? ايوا. العلامة المستديرة عشرة. العلامة مواربع سنون هتبقى بكم? اتناشر. العلامة موثلت سنون هتبقى ايه? باربعتاشر متر. يبقى موضعها موضعها هتروح هتروح كاتب في اكمل ايه? اربعتاشر متر. اربعتاشر ايه يا بشماندسين? اربعتاشر متر. طب تعال بعد قوات يا بشماندس. قالك هو ده الجنزير. طب ايه الجنزير ده مصنوع من الحديد? يعني سهل واحنا بنقيش الاطوال. سهل ان ممكن معرض ان يحصل اخطاء او معرض ان هو يحصل اخطاء. تعال نشوفي الاخطاء المحتملة الوقوع اثناء عملية القياس بالجنزير. من ضمن هزي الاخطاء. تعال نبص مع بعدي كده. الاخطاء المحتملة الوقوع في القياس بالجنزير. وهنعرف اسبابها ايه? وطرق تلافيها. يعني مش هنسيبها كده وخلاص لا. ده احنا هنعرف الاسباب اللي وصلنا للخطأ ده. والطرق وطرق العلاق بتاعت الايه? الخطأ دوت ايه? طب تعال نشوف كده اول خطأ. اولا الخطأ الناشئ من طول الجنزير. الخطأ الناشئ من طول ايه? من طول الجنزير. هتقول لي ده حديد. هو ممكن يحصل خطأ من طول الجنزير. اه يا باش مهندس. ده حديد ده حديد صلب. اه حديد صلب. بس واحنا مسلا بنشد ومسلا ايه? قاعدين بنهزر مع بعض جده. انا المهندس المساح والمساعد بتاعي بنشد الجنزير. فروحنا شدنا شوية وايه? وانسينا نفسنا. قلت لك يا باش مهندس ايه? العقلة دي. مع العقلة دي. بتتصل بايه? بتلات حلقات. التلات حلقات ديت من السهل لو انا شدتها جامد. تمام? وضغطت عليها. هتلاقي الحلقة ديت فتحت معايا. الحلقة دي او الحلقة دي فتحت معايا. نتيجة نتيجة فتحة العقلة ديت. مش العقلة. الحلقة ديت زودت في طول الجنزير يا باش مهندس. زودت في ايه? ممكن تكون زودته اتنين ملي. تلاتة ملي. خمسة ملي. ما تقولش يعني هنبص مثلا للاتنين ملي. ما انت فردت الجنزير. خلي بالك. فردة الجنزير اللي هي طولها عشرين متر دي بسميها طرحة. بسميها ايه? طرحة. ايه بقى? طرحة الجنزير بتساوي ايه? عشرين متر. طب طرحة الجنزير او طرحة الجنزير مرتين يبقى اربعين متر. تلات مرات ستين متر وهكزا. طيب. نرجع تاني ونقول ايه? نتيجة ان انا شدت الجنزير اكتر من اللازم تم فتح الايه? فتح الحلقات ديت. نتج عنها ايه? زيادة في طول الجنزير. زيادة في طول ايه? في طول الجنزير. طيب. العقلة ديت يا باش مهندس. العقلة الواحدة. واحنا بنستغل بنشتغل كده قوة ممكن تكون مسلا ايه? تعرضت ان هي التانيت. حصل لها ايه ايه? حصل لها تاني. نتيجة التانية ديت يا باش مهندس ايه اللي حصل? حصل ان طول الجنزير حصل في ايه? ان هو قصر. نقص في طول الجنزير. يبقى ممكن يكون يحصل زيادة في طول الجنزير نتيجة الحلقات. اول اول العقلة. تمام? عقلة من العقل راح تتانيت. لما تتانيت يا باش مهندس حصل نقص في طول الجنزير بدال ما هو عشرين. لا بقى مسلا ايه? تساعتاشر متر خمسة وتسعين سنتي. اه تمانية وتسعين سنتي. حصل نقص فيه خمسة سنتي او تلاتة سنتي او اتنين سنتي. تعال نشوفي الكلام دوت مع بعض. ايه? الاخطاء الخطأ الناشئ من طول الجنزير. اول سبب ازبابه ايه? عشان اعرف عليه الكلام دوت يا باش مهندس. ازبابه اول حاجة اتساع بعض الحلقات نتيجة شد الجنزير. طب يترتب عليه ايه? الاعراض بتاعته بقى ايه? زيادة في طول الجنزير. زيادة في طول ايه? حصل زيادة في طول الجنزير. رقم اتنين انثناء التانيت يعني بعض العقل نتيجة سوء الاستعمال. جو حر ومخنوقين وتعبانين بقى ودرجة الحرارة احنا شغل ايه? مهندس المساح ده بيشتغل مسلا ايه? في الصحراء. بيشتغل في الاراضي الصحراوية مسلا بيقيز بيمطر. كل الكلام ده معرض انه مسلا الضغط والحرارة وارتفاع درجة الحرارة. فشغل مسلا ايه? او زيادة العوامل النفسية مسلا انه اشتغل غصبا عنه او مضغوط تمام? وهو شغال حصل اهمال في عملية الايه? الاياس. النتيجة انه مسلا اتنرفستو راح ديه? العقلة ديه? العقلة دي ما تقوليش انه هي تخنتها مسلا حاجة تخينا? لا. ده عاملة زي السلك الجلبانية بتاعة الاحباء اللي هو الحبل مسلا بنبسطها اللي هو الحبل مسلا بتاع الغسيل. السلك الجلبان. بس بدل ما هو معمول من الالمونيوم مسلا لا ده معمول من الايه? معمول من من الصلب. يعني بص برضو سهل انه يتتاني. او مسلا حد بيهزر ومسلا ايه? واحنا مسكيني العقلة مع بعض راح تتاني. مطرح اما هي التاني ديه? حصل نقص في ايه? في طول الجنزير. تعال نشوف ونكمل مع بعض انسناء بعض العقل نتيجة سوء الاستعمال يترتب عليه. اعراضه ايه? نقص في طول ايه? الجنزير. يبقى الخطأ الناشئ من طول الجنزير اتساع بعض الحلقات او انسناء بعض الايه? العقل. رقم تلاتة اختلاف درجات الحرارة اثناء العمل. اختلاف درجات الحرارة اثناء العمل. طب الدرجات الحرارة هتأثر? اه هتأثر. زي زي ما حضرتك عارف من ابتدائي ان بيحصل عملية تمدد وانكماش. بتبص جدوات يا بشماندس قضيب القطر بتلاقي في فواصل ما بين ما بين الايه? القضيب والقضيب. تمام? وبتبص جدوات في بعض الوقت ما بتلاقيش الفواصل ده. ايه اللي حصل للقضيب او للحديد ده? حصل له عملية تمدد وايه? وانكماش. حصل له عملية زيادة في الطول او حصل له عملية نقص. فعشان كدوات من المفروض ان انا اعلجك عشان تخفي من من الحاجة ديت اختلاف درجات الحرارة. يبقى انا اقارن الجنزير قبل الاستخدام بالشريط الصلب. بالمتر بتاعي. اجيب المتر واروح اي اروح قم قارن المتر بالايه? بالجنزير. واشوف هل هو في زيادة ولا نقصان? تعال نكمل مع بعدي كده باش مهندسين. يبقى رقم تلاتة اختلاف درجات الحرارة اثناء ايه? العمل. ممكن. وانا شغال الصبح كان مسلا جوي راتب. بعد الدهر مسلا على الساعة اتنواشر او مسلا درجة الحرارة اشتدت. فلازم من حضرتك تقارن الكلام ده وتعرف الفرق ما بين ايه? ما بين فترة الصبح وفترة ايه? الدهر. ده تقارن الاطوال. تعال انا انتقل. ليه? طرق العلاج? عشان تخفي بقى من ايه? من الاسباب ديت يا باش مهندس? تتعالج ازاي? اول حاجة لتصحيح. اول حاجة احنا قلنا ايه? الخطأ الناشئ من طول الجنزير. الخطأ الناشئ? الناشئ من ايه? من طول الجنزير. يتعالج ازاي? اول حاجة لو انا عندي اطوال اطوال انا استه. اعالجها ازاي? تعال نشوف القانون اللي احنا هنعالج به لتصحيح اطوال الخطوط. لتصحيح اطوال الخطوط. المقاسة وحساب اطوالها الحقيقية من القانون التالي. من القانون ايه? من القانون التالي. طب تعالج نشوف كده مع بعض. ايه هو القانون بتاع اللي انا هشتغل عليه? الطول الحقيقي طبعا هعمل شرط الكسر وهيبقى عندي بص ومقام. تمام? البص بيقول ايه? الطول الحقيقي للخط. على الطول الخط المقاس اللي انا خطأ. بيساوي شرط الكسر التانية او الطرف التاني من القانون طول الجنزير الحقيقي اللي انا استخدمته في المسألة. على طول الجنزير الاسمي. طول الجنزير ايه? الاسمي. طب تعال مع بعض كده. ونشوف القانون ده نستخدمه ازاي? اول حاجة انا بعمل شرطة الكسر ايه? بقول ايه? الطول الحقيقي للاخط. الطول الحقيقي للاخط. على الطول الخط المقاس اللي انت استه وايه? وكان فيه خطأ. بيساوي عندي شرط الكسر الطول او طول الجنزير الحقيقي. على طول الجنزير الاسمي. طيب. طول الجنزير الاسمي ده يا شباب على طول سابت اللي هو موجود في جمهورية مصر العربية هيبقى طوله كم? عشرين متر. طوله كم يا شباب? طوله عشرين متر. اما ادور بقى على طول الجنزير الحقيقي اللي انا استخدمته في المسألة. اللي انا استخدمته في المسألة. تمام? كان فيه زيادة او كان فيه نقصات. طيب. يا باش مهندس انا شايف اربع اطراف اهو في ايه? في القانون بتاعي. هنعمل ايه? حاصل ضرب طرفين في وسطين. حاصل ضرب طرفين في ايه? في وسطين. بمعنى ايه? تعال انبسطها مع بعضها هسميها الطرف رقم واحد. الطرف رقم اتنين. الطرف رقم تلاتة. الطرف رقم اربعة. طيب. قال لي يا باش مهندس هو عايز في المسألة. عايز في المسألة الطرف رقم واحد. عايز الطرف رقم ايه? هنروح مخرجينه برا كده. رقم واحد بيساوي. بدل ما نقعد نكتب ايه? الاسامي ونقول طوله الحقيقي الخط. تمام? لا يا باش مهندس. طيب. في الحالة ديت هنعمل ايه? هنعمل المجهول بتاعي اللي هو طلبه. في المسألة رقم ايه? رقم واحد. نخبيه. هنخبيه كده يا باش مهندسي. طيب. الطرفين اللي لسه مسكين نفسهم اهو. ومحافظين على محافظين على بعض. مين? رقم اتنين ورقم تلاتة. يبقى انا هعمل شرط الكسر كده. واروح ايه له اتنين في تلاتة. واقسم على الطرف السايب لوحده. اللي مالهوش ايه? مالهوش حد يمسك فيه. اللي هو رقم كام? رقم اربعة. ده لو طلب ايه? لو طلب المجهول رقم واحد. هنقول ايه يا باش مهندس? يبقى هنقوله القانون طبعا دي اختصارات عشان ايه? عشان نوفر في الوقت وما نعدش نكتب كتير. بس حضرتك في المسألة هتقوله ايه? رقم واحد اللي هو الطول الحقيقي للخط بيساوي. هتضربه في ايه? شرط الكسر. هتقول ايه? رقم اتنين اللي هو الطول الخط المقاس مضروف فيه طول الجنزير الحقيقي. واقسمه على طول الجنزير الايه? الاسمي. رقم اربعة طول الجنزير الايه? الاسمي. طب. لو رجع وراح قلي انا عايز رقم اتنين. هو ده اللي مجهول. هو ده اللي مغلبني كده هوت ومش عارف احل. هروح اعيل له ايه? رقم اتنين بيساوي. الطرفين اللي مسكين بعضهم فين بقى? بقى كم وكم? اعمل شرط الكسر اهو. يبقى رقم كم وكم? يبقى انا هقول له واحد فاربعة. الطرفين اللي لسه مسكين نفسهم اهو. يبقى واحد في اربعة. طب. الطرفين اللي مسكين ايه? حد يمسك فيه. اللي هو كم? رقم تلاتة. يبقى انا هاقسم على كم? على تلاتة. طب لو طلب مني الطرف رقم تلاتة اهو رقم تلاتة. دي بيساوي. الطرفين اللي مسكين نفسهم فين? يبقى واحد واربعة. يبقى انا هقول له واحد. واحد فيه? في كم يا شباب? واحد فاربعة. طب الطرف اللي سايه فين? رقم اتنين. يبقى انا هقسم على كم? على تنين. ده بالنسبة ايه? بالنسبة ليه? استخدام القوانين بتاعتي? يبقى انا هاجي اروح لو انا عايز اصحح اطوال وجالي اطوال في المسألة هنروح اقيلين ايه يا شباب? ابص على كلمة طول طالما جايب لكلمة طول يبقى انا هحط القانون اللي هو بيقول لي الطول الحقيقي للخط على الطول الخط المقاص. بيساوي طول الجنزير الحقيق على طول الجنزير الاسمي. ده بالنسبة للايه? للاطوال. طب لو جاب لي مساحات لتصحيح المساحات المقاصة. نطبق القانون الاتي لاجادة المساحة الحقيقية. طيب مساحة الحقيقية عندي ايه باش ماندش? هو هو نفس القانون بس هنشيل كلمة اطوال ونحط مكانها ايه? مساحات. نعمل شرط الكسر والبص فوق هنقول ايه? المساحة الحقيقية. كان الزمان اهو بنقول الطول الحقيقي. هنا بقى بقيت مساح. يبقى المساحة الايه? المساحة الحقيقية. على المساحة المقاصة خطأ. يبقى الطول الخط المقاص اللي هو الخطأ. يبقى هنشيل الكلمة دي ونحط مكانها المساحة المقاصة ايه? خطأ. بتساوي شرط الكسر. وهنقول ايه? طول الجنزير الحقيقي بس كل تربيع. طول الجنزير او طول الحقيقي للجنزير. كل ايه? كل تربية. على الطول الاسمي للجنزير. كل ايه? تربيع. ده عشان اعالج اول اول تلف في ايه? في الاخطاء المحتملة الوقوع اسناء الكراس بالجنزير. اللي هو طول ايه? طول الجنزير. الطول الناتج من طول الجنزير. الخطأ من الناتج من طول الجنزير ذات نفسه. نتيجة ايه? نتيجة تفتح الحلقات. الحلقات دي تزاد. زودت الليه? الجنزير. زودت طول الجنزير او انسناء. انسناء ايه? انسناء الحلقات. تمام? او العقل حصل لها عملية تانية. يبقى حصل نقص في طول الجنزير. يبقى انا استخدمت الجنزير خطأ. عايز اعالج الكلام ده ووجد الطول الحقيق او الطول المقاس خطأ او اوجد طول الجنزير الحقيق المستعمل اللي هو اللي انا استخدمته وكان فيه خطأ. عايز الكلام ده او المساحات. كلام ده اطبقه ايه? واوجده عن طريق القوانين. طيب رقم. تلاتة اختلاف درجات الحرارة. في ناس استغربت وقالت لي اختلاف درجات الحرارة هتأثر على الجنزير. اه هتأثر على الجنزير. يجب التحقق من طول الجنزير قبل العمل به وذلك لمعرفة طوله الحقيقي. ويكون ذلك بمقارنة الجنزير بشريط الايه? الصلب. يبقى انا قبل ما هنزل الموقع واشتغل بالجنزير لازما اكون عارف الجنزير ده في زيادة. اعرف لو في خلل في زيادة يبقى انا عارف في الزيادة ادي ايه? عشان اعرف في كل طرحة هيزيد هيزيد طول الجنزير ادي ايه? هيزيد uncle. هيزيد ثلاثة سنتي هيزيد اتنين سنتي. يبقى انا عارف. او حصل نقص في طول الجنزير يبقى انا برضو عارف. تمام? يبقى لازم اقارن الجنزير بالشرط الايه? الصلب قبل الاستخدام. ولو درجة الحرارة زادت. تمام? اثناء العمل. برضو لازم اقارن في وسط الشغل كده اقارن طول الجنزير ده بالايه? بالشريط الصلب اللي هو المتر بتاعه. تعال نكمل مع بعض كده. الخطأ الثاني. الخطأ في التوجيه. الخطأ في الايه? الخطأ في التوجيه. يعني ايه الخطأ في التوجيه يا باش مهنسين? لازم وانت شغال? لازم وانت شغال. لازم عايز تقيس الخط? لازم ان تقيس الخط ده مستقيب. لازم تقيس الخط ده مستقيم. طب اقيس الخط ده مستقيم ازاي يا باش مهندس? اعمل له عملية توجيه. طيب عملية التوجيه ديت يا باش مهندس ازاي? اجيب حاجة اسمها احنا اشتم شرحها في الحلقات السابقة ان انا اجيب شواخص. الشواخص ازاي عبارة عن ايه? عبارة عن قوائم استوانية او مربعة. عبارة عن قوائم استوانية او ايه? مربعة. تمام? قوائم ديت طولها ممكن يوصل لتلاقي ايه? لاتنين متر او تلاتة متر. ومتقسم طولها كل خمسين. متلون طولها كل خمسين بلونين متبادلين. بلونين ايه? متبادلين. طول كل لون خمسين سنتي. طول كل لون خمسين سنتي. بيستخدم في عملية القياس الايه التقريبي. يعني انا عايز ايس الارتفاع ده? بقول تقريبا على ارتفاع اتنين متر ونص. يبقى الالوان دي لون اتنين تلاتة. تمام? يبقى طول كل لون كم? خمسين. يبقى يبقى انا بستخدم الالوان دي على ايوة في عملية القياس الايه التقريبي يبقى ممكن يقولي يلون كل الشواخص بلونين متبادلين طول كل لون كم نقط خمسين سنتي يستخدم هذه الالوان في عملية القياس نقط في عملية القياس الايه التقريبي طيب الطرف الصفلي للشاخص مدبب ويركى فيه كعب مخروطي واتد الشكل لسهولة غرسه في الارض زي الشمسية بالزبط زي العصايا بتاعت الشمسية بالزبط لو انا جبت العصايا بتاعت الشمسية ولاقيتها خشب كدوت وانت بتدق عشان تسبتها في قلب الارض لو هي خشب هتلاقي الخشب دوت ايه اتفتح من بعض وقته وقصرت لقيه بدل ما هي طولها مثلا متر بدأت تتاكل تتاكل تقصر تقصر لغاية ما تلاقي ايه خمسين سنت اربعين سنت عشان احافز على قطعة الخشب ديت بركب من تحت وتدلوة زي الايه زي القرطاس بالزبط كده من المعدن عشان احافز على الشخص ده من التاكل وعشان يبقى سهل الغرز ان انا ايه بتلاقي الراجل بيروح داقي الخشبة كده وقت وبيقعد ايه يلفها لغاية ما تنزل يبقى لولي سهولة غرز الشخص في الايه في الارض والطرف العلوي مسطح ويعلق به علم صغير حتة علم كده وقت عشان يبقى ايه العلم الشخص ده قائم رفيع كل ما المسافة هتبعد انا مش شايف القائم ده وقت يا بشمانس طب ايه اللي هيبينه لي انا نظري ضعيف طب عايزة عايزة بيين ان في شخص تقريبا في شخص انك ولا لأ عايزة تأكد لسهولة الرؤية ممكن يجي سؤال علل يقولك يوضع علم صغير في الطرف العلوي للشخص ليه قالك لسهولة الرؤية لونه ايه لونه اصفر او احمر لونه اصفر او ايه قالك ليه لسهولة الرؤية طيب الشخص ده يا بشمانس عشان المح عشان اوجه او وخلي الشخص ليه الخط ده على السقامة واحدة على السقامة ايه واحدة عشان لما اجيس الخط بتاعي يا بشمهندس يبقى ايه على السقامة بدل ما انا باجي ايس هتلاقي نفسك مسلا ايس مشيت عدل وبعد جوة تروحت خرقت البرة ورجعت تاني يبقى انت بتقيس الخط كده منكسر هتحصل زي ده في الطول تعالى نرجع ونقول الخطأ في التوجيه اسبابه عايزين نعرف الخطأ ده او المرض ده عبارة عن ايه الخطأ في التوجيه طب اسبابه ايه عشان ما يتقررش تاني الاكتفاء بالتوجيه بالعين المجردة الاكتفاء بالتوجيه بالعين الايه المجردة طب يا بشمهندس اه احنا انا دلوقت اهو كمهندس مساح بروح جاي اروح مسلا في بداية الخط بتاعي رح تحط ايه وقفت وروح تحطت شخص تمام والمساعد بتاعي رح جيه رح ووقف اصادي وراح مسك الشخص ده هاعد اوجهه اقول له تحرك يمين او اتحرك شمال لغاية ما الشخص زي بشمهندس يحجب الشخص اللي قدامي ده يحجب رؤية الشخص اللي وراه يبقى اللي اتنين على استقامة واحدة اعد اوجه كده وبعد ما وجهه يمين او شمال اقول له اثبت يبقى سبت الشخص ده في في النقطة ده اللي اتنين ايه مستخبين وراه بعضيهم ده هجب لي الشخص اللي بعد اأمره ان هو يمسك شخص وابعد مسافة وبقى ايه في عندي شخصين ابعد مسافة وهات الشخص التالت واوجهه تمام عندي في بداية الخط ونهاية الخط تعال مع بعدي كده نشوفها مسلا عندي الخطة هو نركز مع بعدي كده عندي مسلا خطة هو اسمه قلب به اروح واضع شخص هنا في بداية في بداية مين في بداية الخط اللي اسمه الف به وفي عندي هنا علم صغير هو فوق وعندي فيه نقطة به عندي الشخص التاني هو اخلي انا انا واقفة هو هنا في النقطة دي تمام اأمر شخص ان هو ان هو يمسك شخص ويبعد مسافة وليكن مسلا نقطة ايه نقطة جيب تمام وابدأ ابص من هنا من الشخص الف على به وهو بيه وهو بيثبت ابدأ احرقه زي ما قلت يمين او شمال لغاية ما يثبت ويروح ميه ويروح ميثبت للشخص اللي هو في نقطة ايه في نقطة جيب ابعد مسافة اخليه يبعد مسافة وبرضو ويقرر الكلام ده بحس ان الشخص الف يحجب لرؤية الشخص اللي هو في جيم والشخص اللي في دال تمام والشخص اللي في نقطة ايه والشخص اللي في نقطة واو يبقى التلاتة كلهم على استقامة ايه واحدة كل كل الخطوات دي تم او الاكتفاق بيها ان هو تم ايه بمجرد الرؤية بالعين المجردة تمام طيب الكلام ده عايز اعالج السبب دوت يا باشمانديس عشان نخف من الخطأ دوت ايه السبب يا باشمانديسين تعالى ينتج عنه قياس الخط منكسرا ايه اللي وصل لك لكودات يا باشمانديس نتج عن ان انا قس الخط منكسر بدل من قياسه مستقيم وزاق وبذلك يكون طول الخط المقاس اكبر من حقيقته انا اعدت قياس الخط ايه منكسر يعني يا شباب تعالى معلش كده تاني تمام بدل اما انا بقيس مع بعض كده عايز اقيس الخط ده اللي هو اسمه ايه قلب به نركز مع بعض طيب فردت الجنزير فردت الجنزير من نقطة قلب شدت الجنزير بتاعي الفردة ديت بسميها ايه بسميها طرحة بسميها يا شباب بسميها طرحة طول الطرحة كام طول الطرحة عشرين متر طول الطرحة كام عشرين متر حطت هنا في نهاية الطرحة دي حاجة اسمها شوكة ارجع تاني وبعد الشوكة ديت اروح شايل الجنزير تمام المساعد بتاعها هيسحب وانا وراه وراه جاي بالمقبض ده اروح مسبته في الشوكة ديت وراه حاطت المقبض هنا وروح فرد الجنزير تاني يبقى ديت اروحها تانية اروح حاطت شوكة بعد جهو اقرر لغاية مقس الخط طب لو انا اس الخط بقى منكسر يعني انا مشيت كده تمام ورجعت تاني وروحت ايه مشيت قصرت كده ورجعت تاني كده وروح تمشيت عدل يبقى انا اس الخط منكسر حتة الخط منكسر ديت يا مش مند بص دلع ده تمام هي Chevy هيطول لي طول الخط. هيحصل زيادة في طول الخط. هيحصل زيادة في طول ايه? الخط. يبقى انا بدل ما انا اس الخط سليم. لا اس الخط يا شباب. اس الخط منكسر. طيب نتج عن ذلك ايه? زيادة في طول الخط المقاص. زيادة في طول الخط الايه? المقاص. طيب عشان اعالج ده. تعال جزائي. نركز مع بعض. طرق تلافيه او طرق علاجه. مع بعض كده يا شباب. لتلافي ذلك تستعمل اجهزة التوجيه البسيطة. تستعمل اجهزة التوجيه البسيطة. بدلا من الاكتفاء بالتوجيه بالعين المجردة. يعني استخدم مثلا جهاز التودليت. تمام? في عملية التوجيه. اه الجهاز مسلا استخدمه في عملية التوجيه. ان انا اوجه الخط وخليه وخليه على استقامة واحدة. تمام? يبقى انا باجي زي ما انت بتشوف كده هوت في بعض الايه? وانت ماشي راكب الاوتوبيس. شايف الرجل حطت الجهاز بتالي حامل ليه تلات رجول. وعليه الجهاز من فوق. ده اسمه جهاز التودليت او التوتاليستيشن او محطة محطة الرز. تمام? بيبدأ يوجه الخط بتاعي ويقسر اتفاعات وانخفضات وكل حاجة. عشان يعرف ارتفاع النقطة النقطة دي مرتفعة او منخفضة. بيقارن النقطة ببعضيها. تمام? في نفس الوقت. ممكن استخدم الجهاز ده في توجيه الخط في تشخيص الخط. والتشخيص الخط يعني اجعله على استقامة واحدة. ما يبقاش مسلا ميل يمين او ميل ايه? او ميل شمال. عشان كده هوت ازياجي. اقيس الخط بتاعي. اقيسه ايه? على استقامة واحدة ما يبقاش جاي مسلا عدل. بدأت عدل. وايه? وبعد جهاز خرجت البرة. ورجعت تاني. وهكزا. يبقى انا بقيس الخط كده منكسر. هيقدي للزيادة في طول الايه? الجنزية. تعالى ونكمل مع بعض. تستعمل اجهزة التوجيه البسيطة. بدلا من الاكتفاء بالتوجيه بالعين الايه? المجرادة. طب تعالى نشوف سبب تاني من الاسباب. سالسا عدم شد الجنزير جيدا اسناء القياس. عدم شد الجنزير جيدا اسناء القياس. حضرتك حيرتنا يا استاذ. نشد الجنزير ولا نرخرك الجنزير? يعني احنا لو شدنا الجنزير هتتفتح العقل. لو ما شدناش الجنزير هنقص الخط ايه يا باش مهاندس? هنقص الخط جدوة بقى ايه? قصير. هيحصل ايه? هيحصل ايه? في طول الايه? في طول الخط. طب ايه يا باش مهاندس? يعني انت خليك في الوسط. ما تشدش الجنزير او وتتغاب عليه? تمام? عشان نتيجة الشدة ديت هتفتح العقل? لا. يبقاش الجنزير مشدود. تمام? ما يبقاش مشدود او او ازاد عن اللازم او انت مسلا ايه العقل ركبة على العقل وتقول انا شديد. لا يا باش مهاندس. عدم اه او الامال في عدم شد الجنزير? هيقدي لايه يا باش مهاندس? تعال هنشوف مع بعض كده. عدم ثلاثا عدم شدي الجنزير جيدا اسناء القياس. ينتج عنه. زيادة في طول الخط. زيادة في طول ايه? زيادة في طول الخط. طيب. يعني ايه الزيادة في طول الخط? اه زيادة في طول الخط. يعني انت ya مهندس انت عندك الخط اسمه قلب به تمام? وروح تشدت الجنزير. بس بدل ما انت تشد الجنزير اللي ايه يعني على تقامة واحدة ويبقى تمام تمام? لا يا بش مهندس انت ما شدش سبته ايه مترخص هنا. بقى بقى طول الجنزير الفعلي اللي اللي مفروض تسعتاشر متر تسعين او تسعتاشر متر خمسة وتسعين. يبقى كده فيه نقص يا بش مهندس ايه ايه? 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 الخمسة سنتي ما بين خمسة سنتي لعشرة سنتي. طب ايه اللي هيحصل خمسة سنتي مع خمسة سنتي مع تلاتة سنتي? يبقى بدل ما الخط ده مسلا خمسين متر. لا يا بش مهندس انت هتقصل الخط ده وقت هتطلع لنا دي طول الخط ده ستين متر وسبعين متر. نتيجة الفروقات اللي انت طلعتها في كل طرحة. اللي انت اهملتها في كل طرحة. عشان كده اتبنقول ايه? يجب 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 جعل الجنزير مشدود افقيا. تمام? تعال انا نشوف اللي ايه? طرق تلاف الخطأ ده? يبقى. العيب اللي عندك ايه باش منسع عشان حضرتك تخف? زيادة في طول الخط. اللي هو ناتجة عن ايه? عدم شد الجنزير جيدا اسناء القياس. عشان اعالج الكلام دوت نعمل ايه? عشان حضرتك تخفه وتبقى ايه? المسألة بتاعتي جاية متقفلة تمام. يجب الاهتمام بشد الجنزير. يجب الاهتمام بشد الايه? الجنزير. تعال نشوف سبب اخر. عدم جعل الجنزير افقيا. عدم جعل الجنزير ايه? عدم جعل الجنزير افقيا. يعني ايه الكلام دوت يا باش مهندس? تعال نشوف مع بعض كده. تمام? في الاراضي المنحدرة. نركز مع بعض. عندي مسلا ارض منحدرة ايه? بالمنظر ده كدس. النقطة دي اسمها الف. والنقطة دي اسمها بيه? ما ينفعش ان انا اروح جايب الجنزير واروح فرده كده هو. تمام? واروح قيل ان الطول دي يا باش مهندس ايه? طوله مسلا ايه? 15 متر او 20 متر او لا ما ينفعش. لازم يا باش مهندس اروح حطد هنا شوكة? الشوك دي عبارة عن اسلاك من الحديد الصلب. اسلاك من الحديد ايه? الصلب. يستخدم. عشان برضو بنفكر شبابنا المتميزة هو. بيستخدم مع كل جنزير عشر شوك. طيب استخدامات الشوك ديت ايه? تحدد دهيك كل طرحة. يبقى تستخدم الشوك في ايه? في تحديد دهيك كل طرحة. ايه هي الطرحة? اللي هي فردة الجنزير اللي هو طول الجنزير اللي هو بنقول عليه عشرين متر. طيب انا واقف هنا حطيت ايه? حطيت الجنزير اهو. حطيت مقبض الجنزير هنا. ولا زيه ايه? وخلته ملامس للايه? للشوكة. طيب افرد افرد الجنزير اخلي الجنزير افق اهو. لو انا نزلت تاني انا انا اصير شوية. لو انا نزلت هتلاقي الخط بتاع الجنزير او مسافة الجنزير دي بدأت تيميل كده. لا يا باش مهند. لازم لازم اخلي الجنزير افقي تمامي تمام. ماشي? بعد جوات اروح جايل. اداني نقطة هنا اسمها نقطة جيم او صورة جيم. صورة ايه? جيم. اروح مسقطها هنا على الارض كده. تمام? اداني ايه? الاساس بتاعها اللي هو جيم. اجي من جيم وارح فارد الجنزير افقي. لو انا نزلت تاني. تمام? الجنزير هيبدأ يميل. ممشي ما خليش الجنزير ماشي مع هوا وطبيعة الارض. تمام? واقول ان الجنزير افقي. لا يا باش مهند. ده انا بلمح. اخلي الجنزير ايه افقي. تمام? تمام? اداني نقطة هنا اسمها سورة دال شرطة. اروح مسقطها هنا بخط الشغول. اداني الاساس بتاعها اللي هو ايه? دال. اجي اروح فارد الجنزير كده من دال. تمام? لغاية مسلا نقطة هي. ادان هي. شرطة. وهنا الاساس بتاعها اللي هو هي. وارح فارد الجنزير لغاية ما يوصل لغاية نقطة ايه? لحد نقطة به. يبقى طول الجنزير ده على الاراضي المنحدرة بيساوي الف جيم شرطة زائد جيم دال شرطة زائد دال هي شرطة زائد هي بيه شرطة وهكذا. يبقى ده طول الخط طول الخط الف به بيساوي هي المسافة دي يا باش مهندس. عرفنا في الاراضي المنحدرة يبقى لازم في الاراضي المنحدرة لازم اراعي ان انا خلي الجنزير ايه? افقي تمام? ما يبقاش ميل لتحت او مقلوب مسلا ايه? اللي بره على فوق. تمام? يجب الاهتمام عشان اعلج الخطأ ده ان انا اهملت ان الجنزير يبقى افقي تمام? تمام? انا اهملت في الحطة دي يبقى علاجها ايه? يجب الاهتمام بجعل الجنزير ايه يا باشماندسين يجب الاهتمام بجعل الجنزير افقي تمام. تعال نشوف مع بعدي كده. ينتج عنه زيادة في طول الخط. زيادة في طول ايه? زيادة في طول الخط. طيب. علاجه طرق تلافيها. يجب جعل الجنزير افقيا اثناء ايه? اثناء القياس. طيب تعال نشوف النقطة الخامسة او السبب الخامس. الاهمال في عد الشوق او كراءة كسر العقلة. الاهمال في عد الشوق او كراءة كسر العقلة. يعني الكلام ده. تعال نبسطه مع بعدي كده يا شباب. اول حاجة الاهمال في عد الشوق. واحنا بنشرح. قلت لك يا باشماندس ان انا مع كل جنزير وانا اطلق الشغل الصبح لازما ابص في شنطة الايه? الحاجة الاجهزة بتاعته والادوات اللي معايا اتطمن ايه الادوات اللي موجودة. لحسن ان اكون مسلا الناس حاجة في معمل المساحة. لازما مع كل جنزير بيطلع عشر شوق. عشر ايه يا شباب? عشر شوق. ده الشوق اللي هي العادية خالص. ليه طولها مسلا يتروح من ايه? من تلاتين لاربعين سنتي. طرفها السفلي مدبب لسورة غرزها في الارض. وطرفها العلوي ينتهى عليه حلقة كمقبض. مقبض. اروح مسكها كدوت وروح ايه? اروح رشيها في قلب الارض. اروح مسبتها في قلب الارض. تمام? طيب يا باشماندس. تخنتها من تلاتة لخمسة مل. تخنتها من كم? من تلاتة لخمسة مل. طيب. العشر شوق دولة يا شباب. بنستخدمهم في ايه? بنستخدمهم مع مع كل جنزير لتحديد نهاية كل طرحة. فردت الجنزير عشرين متر اروح في نهاية في نهاية الطرحة دي اروح مسبت شوكة. وابدأ افرد الجنزير تاني او اجد الجنزير طرحة تانية. وفي نهاية الجنزير ده اروح مسبت ايه? اروح مسبت شوكة. وهكذا. يبقى الشوق بتستخدم لتحديد نهاية الطرحات. نهاية كل عشرين متر بنسبت ايه? طب انا اهملت يا باشماندس روح تجيت قلت ايه? والله ده انا مسلا ايه? يعني احنا ما بنعودش نقيس الخط. تمام? ونجي بعد جوات اقول مسلا ايه? قبل بعد نهاية كل جنزير بتروح مسبت اللي ايه الشوكة وتروح ماشي. لا يا باشماندس انا سبت طبعا انا الانا المهندس المساحة هو. انا اللي معايا في ايدي العشر شوك. طب العشر شوك دولت يا باشماندسين. ايه اللي هيتم يا باشماندسين? ان انا مشيت بالجنزير ومعايا العشر شوك ديت. تمام? طب تعالا نبص كدوات مع بعض. وهنشرحها المعلومة ديت. اول حاجة الاهمال في عد الايه? الاهمال في عد الشوك. الاهمال في عد الشوك او كراءة كسر العقلة. ده نتيجة ايه يا سادزة? ان انا انا المساعدة اهو معايا العشر شوك. العشر شوك دولت. وانا وانا شغال وروح تجيت روح تعملت ايه باشماندس? طبعا انا سبت شوكة ومشيت. المساعد بتاعي لما يجي بالمقبض عند الشوكة ديت يا باشماندس هيعمل ايه? هروح حطت المقبض بتاع الجنزير وانا ابدأ اشد الايه? وابدأ اشد الجنزير. بدأت في طرحة تاني. وهو ماشي هياخد الشوكة ديت في ايده. يبقى هو كده مع ايه? مع شوكة. يبدأ يفرد يجي عند الشوكة اللي بعدها. تمام? طيب. هيبدأ يسبت الجنزير. وبعد ما يسبت الجنزير. طبعا انا في نهاية الجنزير هروح مسبت شوكة. وهو ماشي. يبقى كده ما ايه? يروح لامم الشوكتين. يبقى كده مع ايه? معا شوكتين وانا معايا كام? معايا تمانية. وهكزا. يبدأ هو يلب. طيب. هو بقى انا اهملت مسلا او هو نسى او اطلقبط وحطت الشوك مسلا. طب هل الشوك دي اللي هي محطوطة على جنب هي دي اللي تم استخدامها? ولا الشوك دي اللي كانت في دي اللي ما استخدمتش? طب هنقول مسلا ما بين خمسة لاربعة? لأ يبقى انت كده اهملت اهملت كده يا بشماندز. طيب بعد جهات يا بشماندز الاهمال في غرس الشوك. الاهمال في غرس الايه? الاهمال في غرس الشوك. الاهمال في غرس الشوك ديت ان انا بدل ما بخلي الشوكة رأسية تمام? وروح تجيت وانا ايه? وانا مخنوق من الحرة كدوة رح تحطتها على الارض ما ثبتتهاش حلو. ما جعلتش المقبض ملامس ملامس للايه? للشوكة. طيب تعال نشوف الاهمال في غرس الشوك ودنا لايه? اسبابه عدم جعلها ملاصقة لحفة المقبض الخارجية. طرق تلافيها وعلاجها يجب غرس الشوكة عمودية ولمسافة طويلة في الارض حتى لا تسقط اثناء القياس. حتى لا تسقط اثناء الايه? اثناء القياس. ده كده السباب كان موضوعنا النهاردة الاخطاء المحتملة الوقوع اثناء عملية القياس بالايه? بالجنزية. وخدنا الاخطاء الستة تمام? وعرفنا ازاي نعالجها. وان شاء الله في الحلقة القادمة هناخد تمارين ازاي نطبق القوانين ديت. وان كانت اطوال او ايه? او مساحات. ويا رب نكون حضراتكم استفدتم. والى لقاء اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.